مارغريت أسمر بوعون موجودة معنا اليوم موضوعنا هو مدرسة دكتورة باليابان لبنان كان ممثل بمدام بوعون ستخبرنا أكثر عن هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك مجرم مرسي كتير لك هي مدرسة دكتورة كانت دولية ومتعددة اختصاصات أفعال نقول دكتور يعني هلأ بعد ما صرنا نحن كلنا طلاب دكتورة وموضوع كان النور الحدود والوقت وآخر شي حكينا عن التنوع مدرسة دكتورة باليابان ممثل فيها لبنان كمان ولكن نعرف قلت لي أنه عدت اختصاصات بس عدت جنسيات كمان كيف تم اختيار طلاب الدكتورة لا يكونوا عم يحضروا هالمدرسة كان في ثلاث جامعات هني نظموا هالمدرسة هني جامعة ناقويا باليابان جامعة ستراسبور بفرنسا وجامعة فرايبورغ باولمانيا مبعث مثل ما بينبعث ديبان لكل الأحداث اللي بدي يصيروا بالجامعة بينبعث أبل أكومينيكاسيون والطلاب بيقدموا بيقدموا السيفي تابعون مع الموضوع اللي بديون يحكوا عنه وتم اختيار عشر طلاب من ستراسبور عشر من اولمانيا وعشر من اليابان واجتماعنا بناقويا يعني جنسيات مختلفة وكمان حتى لغات بعيدة عن بعضها كيف قدرتوا توصلتوا بناقويا؟ مضبوط اللغة اللي حكيناها كلنا هي اللغة الإنجليزية مش ناكل قدمنا كل شي بالإنجليزي وحتى المحاضرات اللي عملناها كلنا كن مجبورين نحكي باللغة الإنجليزية اللغة بتنحل ولكن كمان ثقافات كتير مختلفة وغريبة عنها كمان كيف كان التعاون؟ مضبوط هذا اللي كان صعب كمان لأنه كان التحدي يعني هو الكبير هو أنه جمعوا كذا اختصاص مش اختصاص واحد يعني كان فيه ناس عم بيعمل دكتورة بالفيزيك ناس بالشيمي ناس بالبيولوجي بالمات وناس بالفيلوزوفي أو بالحقوق وكل هالأشياء كل هالاختصاصات اجتمعوا وكان التحدي الكبير أنه نقدر نحكي عن موضوع معين قدم عالم بعيد عن هالك هالحقل يعني مثلا أنا حكيت عن النور بالأديان حدا التاني حكي عن اللاد وهذا كان الصعوبة أنه يقدروا يفهموا الشي اللي عم نحكي وكان لازم نقدر نحكي بطريقة علمية قدام أشخاص من غير اختصاصات ومن غير جنسيات عم نشوف صور من هالمدرسة مظبوط هون شخص ربح جيزة نوبل كنا عم بي حاضر هو ياباني هو ياباني هو لقى اللاد هون المحاضرات كنا عم نحاضر واشتغلنا كمان بمشاغل اجتماعنا مع بعضنا كذا جنسيات وكذا اختصاصات هون مع غير شخص ربح جيزة نوبل كمان هون الميدالية جيزة نوبل لشخص منه واخر شيء اكيد عطونا شهادة انه شاركنا بهالمدرسة وهذا اخر نهار وقتا عملونا احتفال هل خبرة من هالنوع مفيدة لدكتورة مساني اللي عمت عمليها الاول شيء من ميلي بتفيدنا لانه تعرفنا على اشخاص مهمين من غير حقول ومن غير بلدين ومن غير ثقافات وثاني شيء بتفيدنا كمان ب ببلدنا انا بالنسبة للي انه بقدر العلاقات اللي عملتها مع الاشخاص من اليابان او من فرايبورغ كمان اكيد من سراسبور هيدا الشيء بفيدنا تقدر قامل علاقات بين الجمعة اللي انا هلق فيها اللي هي الواجي مع اليابان ومع فرايبورغ او مع سراسبور وكمان بتفيد انه بتكتشفى الثقافة جديدة اللي هي الثقافة الباقيين حتى القلمان كانوا عم بيكتشفوا اليابان الفرنسوية والاشخاص من اوروبا كمان عم بيكتشفوا وكيف كان زيارتكم لليابان بالتحديد يعني اليابانية كيف استقبلوكنوا بأي طريقة وعرف انه فعلا اشخاص عندهم ضيافة شغلة كتير مهمة ولكنها سبيسيال مظبط هن كتير سبيسيال يعني كيابان كتير متواضعين كتير ريئين بفكروا كتير قبل ما يحكوا بس كل شيء بواحد بفكر يعني فيه بيجربوا يأمنوا له يعني إذا فكرنا وينما نروح أو شو ما نعمل نستفيد من وجودنا باليابان كانوا كتير عم بيساعدونا لهذا الشيء ما بيحكوا كتير بس بيحكوا شغلة اللازمة هذا شيء كتير أثر فيه شغلة اللازمة وبالوقت المناسب والشغلة بتصير بوقتها وبيوصل للمطلوب ووقت اللازم بدون كترة تحكي على الفقد مضوصا نشي تعرفيهم نميح جاي بس خابرينا كيف تم اختيار الطلاب عرف أنه قدمتوا يعني كان فيه من قبلك مثلا تقديم طلب صح نحنا إذن أنا لأنه عمي الدكتوراه بسترازبور مع بانكوتيتال مع الوزج قدمت يعني قدمت السيفي تابعي قدمت لاتة دو موتيفاسيون كمانا كتبت المحاضر المعقول أنا إذا خدوني قدمي هناك وهنا آخر شي نقو عشر أشخاص من طلاب دكتوراه عباسترازبور وعشر شو الكريتير اللي كان مطلوب أكتر شي بعتقد يلي أنا ممكن أعرفه بس لأن ما فينا نعرف شو هنالكريتير بس يلي بعتقد أنه بهمون أشخاص يقدروا يحكوا أكيد بالإنجليز بالطريقة سهلة يقدروا يوصلوا الفكرة تبعهم كمانا بطريقة مبسطة لناس من غير اختصاصيات لأنه رح نشوف ناس من غير صائفات ومن غير جنسيات ومن غير الدين من نقض معهم المواضيع كثير من المواضيع هي مواضيع علمية الدكتوراه العلوم الإنسانية قد يكن إلى مطرح ووقع عند الأشخاص اللي يعني العلم هو الأساس عندهم مظبوط هذا السؤال كثير حلو لأنه يذكرنا بالمرة اللي كنا نعم نشتغل فيها عن موضوع الحدود كثير كان الحديث حلو لأنه كانوا من ميل إذا بديك العلوم السيانس كانوا يحكوا أكتر شي عن مثلا التقدم النووية وقد تطوروا بالأشياء النووية وقد هذا شي يفيد العالم والإنسانية ومن ميل التانية كمان العلوم الإنسانية بدأت تحكي عن علم الأخلاق وقد كل شغل كل اختراع جديد يجب أن يكون إيطار ينحط فيه ما يكون يأذى الإنسان من ميلة تانية هذا الحديث كان كثير يدول بقلب هالمحاضرات خبرة كثير حلوة منشكرك لأنه شاركتنا فيها مارغريت أسمر ربعون أهلا وسهلا فيك عقبال الدكتورة كمان شكرا لو وجودك معنا وقفة هلأ ونرجع ونتابع على لايف خليكن معنا